ترجمة نانسي قنقر نحن لازم نفهم اول شي معنى شو يعني يكون ادعاء صحيح عن الواقع هلق شو يعني بس قول اني عن جانب من الواقع عن ادعاء بيوصف جانب الواقع انه صحيح لما هالادعاء فعلا ينطبق عليه طب كيف تقدر ميزه؟ الجواب كثير بسيط بقدر هلق بديعطيكم مثال لحالكم تقدر تستخلصوه اذا هلق اني بقولكم بالشروط اللي نحن فيها هلق بها القاعة بديعطيكم ثلاث ادعاء واحد منهم انه بدي نط فبس انني ادعاء انجزل على الأرض والثاني ويقول انني ادعاء انتظری معرق بهوى والثالث بيقول لي ادعاء المهم عندما سعلكمي منهم الاضعاء الصحيح ما ستكرروني؟ وبشارة ستعرفون الشهر كيف انتو ان الاضعاء الاول هو الاضعاء الصحيح، من خلال التجربة فعمليا اني بيين صحة الاعاء اللي حك يجيقج التجربة فاذا انا مو qu eternity لأننا نبني أوثق نموذج بنياء عن العالم المحيط فينا هذا النموذج من خلال إدعاءات التي نحن فقط تم التحقق من صحيحها صحيح؟ وبالتالي من خلال إدعاءات التي نحن قدرنا نثبتها تجريبياً هذا هو بالضبط روح المغامرة العلمية وهي هو جوهر العلم ولهيك العلم هو أوثق من غيره لهيك الحقيقة بالعلم هي مش وجهة نظر يعني ما في مكان للديمقراطية بس يصل الأمر للعلم ما في مجال العلم يقول هيك بس أنا رأيي بيقول شي ثاني لا، هذه القصة لا تثبط بالعلم هي تثبط بالنقاشات والقصص الاجتماعية مثلاً بين الناس أما بس نحكي عن شي علمي وجهة النظر بدأت تتحيل على جنب طيب، سأحاول نخص لكم طريقة التفكير كيف العلم يبني على الإدعاءات الصحيحة نماذج عن العالم من خلال مثال بدون يسامحوني اللي سامعيني كثير مستخدمه وسلم مثال كثير بحب استخدمه لأنه كثير بسيط يقدر الطفل الصغير يفهم منه جوهر المنهج العلمي تخيلوا هلأ هناك شخصين قاعدين وإجا واحد عندهم يقولون أنه يا جماعة أنا اكتشفت أني عندما أضع بريق ماء على النار أصبح يسخم هذا البريق تمام؟ طيب، أول شغلة هلأ يقولون فسروا لي هذه الظاهرة طيب هلأ 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 قبل أن يحاولوا يفسروا هذه الظاهرة ينتأكلوا أنها موجودة صراح ولا لا؟ وإلا كل واحد ممكن يطلعوا أي شيء بذهنه يقولون فسروا لي أهل هذه الظاهرة هلأ بروحوا بيعملوا التجربة بيكرروا الظاهرة بشروط يحكوا عنها بيقوها صارت فعلا فإذا الأول شغلة أن نبدأ ندرس الظواهر نحن علمية بنتأكد أن هذه الظواهر موجودة وبتابعة يكون قابلة للتكرار عملناها ولقينا فعلا بس أننا نصخن بريق الماء بس أننا نشعل النار تحت بريق الماء يصخن هلأ هلأ نحاول نفسر نحاول نفسر ما الذي يجعلها الماء تصخن واحد من هالشخصين بيجي بيقول أنه أخي احتراق الغاز يصدر عنه حرارة فعبترفع حرارة الماء فرضية هاي الثاني بيقول أنه أخي لأ فيه كائن خفي جنة أو شو أين يقول هذا هو اللي بيتغذى على النار فبينبسط بس أنه والله ترتفع حرارتها فبصير يصخننا الماء عفوا بيرتفع بس في حرارة فبصخننا الماء كما هاي فرضية بالمناسبة وما بنا نستهين فيها الأخير هاي فرضية يحاول تفسر كم فرضية أنه في يحط؟ في يحط عدد لا منتهي غيروا للجنة لأي كائن ثاني بدكنياء بأي حجم وبأي قياس كل مرعة تغيرواها بيطلع فرضية جديدة طب كيف بيحسن معناتها اياها الصح بناتهم؟ اياها الأفضل بناتهم؟ لازم الفرضيتين هذول لأن حسنهم بأنهم يعملون يتنبؤ أنا عن شيء اقدر قيسه فبيجي تبع فرضية قصة الغاز هذا اللي أنه احتراق الغاز يعطي حرارة بيقول إذا قويت الغاز بريطلع حرارة أكثر ف بريطلع سخن أسرع ما يقول الجنة؟ يقولي كمان إذا ينبزت أكثر هذا الجنة فكمان سيصخن الماء أسرع هلأ الثنين عملوا تنبؤ كمان بنعمل تجربة نلاقي أنه أخي فعلاً عم يسخن أسرع ولكن نقوي الغاز سرع فيه هلأ الثنين عملوا تنبؤات كيف يميز فرضياتهم لحد هلق أياها أحسن من أياها؟ هون نقطة الكثير مهمة هون جوهر الشيء الذي يتمتع فيه فرضية علمية تبع الغاز يقول إذا فرضيتي غلط إذا فرضيتي غلط فإذا بطل الغاز يحترق ولم نشمل احتراق الغاز هو مصدر هو سبب أنه يصخن هذا البريط فإذا طفي الغاز ويظل بريط يصخن أنا أعرف أنه فرضيتي غلط يمكننا أن نشيل عجمة ونطفيه ونلقي لا فقط أنه طفينا الماء يبطل يصخن البريط ما نقول؟ نقول أنه فرضيتي تتوافق مع الواقع الجن يمكن أن يقول هذا يمكن أن يبطل مبسوط يبطل يصخن الماء ولكن إذا جئنا سألنا قلنا له طيب افترض أننا جدلاً طفينا الغاز ولقينا الماء يبطل التغلي ما الذي يحدث؟ ما الذي تقوله؟ يقولنا أخي يكون هذا يمزح معكم هذا الجن يمكن أن يقول هذا عملياً أي نتيجة يمكننا أن نرى يمكننا أن يلف الفرضية تبعه بحيث يطلعه منها عملية شابة ساوية ويضحك حاله الفرضيات من هذه النوع من قلنا ليست حتى خاطئة الغلط أحسن منها لأن إذا عندي فرضية غلط وعرفت أنها غلط فأنا حققت تقدم ويقدر شيلها من النماذج تبعي لكن إذا فرضية أنا غير قابلة للتخطيق هذه فرضية أسوأ من الفرضية الخاطئة هذه لا تقدم أو لا تأخر كل شيء تعملي أفقاعة ويظل أن أعيش فيها بهالنموذج التبعي الذي لا يتغير تمام؟ فإذا بدنا أن نلخص هذه الخطوات إذا بدأ أدرس ظاهرة بدأ تكون قابلة للتكرار بجمع عنها بيانات حط فرضية هذه فرضية بدأ تحقق شغلتين قابلية التنبؤ تقدر تتنبأ بشغلية تنقيسة تكون أول أهم قابلة للتخطيق لكي تكون اسمها فرضية علمية شفتوا هذه الخطوات ببساطتها لطفل صغير يفهمها هذه هي المنهج العلمي والعلم بمعنى هو مقاربة الواقع باستخدام المنهج العلمي هذا هو العلم عملياً أي شيء يتدعي أنه يعلم ويخرج واحدة أو أكثر من هذا يصبح اسمه علم زائف ولماذا؟ هناك بعض القصص مثل أبراج على سبيل المثال الأبراج ببساطة ولماذا فيكم تتأكدوا منها أنها لا تحقق خاصية قابلية التخطيق ببساطة أي حدا عندكم يؤمن بالأبراج يجبوا له من الموقع الذي يثق فيه وكتبوا له الأبراج على قصصات ورق ولكن لا تكتبوا له اسم البرج عقفها يقولوا له حذر لنا إياه برجة ما رح يعرف لأنهم في درجات مختلفة كلهم ينطبقوا عليه لأنهم يتعمدوا أن تكون غير قابل للتخطيق يتعمدوا هذه القصة فلما يأتيوا على كل تنجيم علم لحاله دوري صحت صار علم زائف ينطبق على هذه القصة الناس يقولون أنه فيه شيء اسمه شاكرات وفيه شيء اسمه طاقة روحية ينطبق عليها قصة العلاج الروحي البرمج اللغوي العصبي وهلما جرى من القصص التي ثبت أنها علوم زائفة هناك الكثير قصص وهي الكثير من تشرع عنها والناس لا تعرف بقسم كبير أنها مجرد علوم زائفة طيب هل لا؟ هل ترى؟ ما أهمية؟ هل العلم أهميته؟ مقتصر المنهج العلمي على تطبيقه بالعلوم البحثي؟ لا وهذه هي النقطة التي أريد أن أصل لكم أهم شيء بالمنهج العلمي هو عندما يصبح الشخص يطبقه بكل جوانب حياته لأن حياة الشخص يصبح ثورة فكرية يصبح مختلف تماما غير أن العلم يحصن أنه نقع ضحية لشدة أنواع الخرافات إلا أن ما أقول لكم هو رأس جبل الجليد رأس جبل الجليد إذا أريد أن أقول ما أبلحق هذا الوقت القصير قل لكم أن يلحق فيه واحد يضطر يتعلم المنطق مضطر يكون موضوعي لأنه يعرف بأي لحظة تأتي بيانات تجربية تختلف عن الشيء اللي أنا مقتنع فيه لازم غير العلم يفرض عليه أنه غير وبالتالي الآخر المختلف عني لازم دائما نضع بذهني إنه قد يكون على حقه وبالتالي أني لازم أتقبل هذا الآخر شريطة أن يقدم لي أدلة أيضا تخيروا أنتوا مثلا يحمينا من أنواع نحن البشر بحب نضحك حالنا كثير من أنواع نحيازات مثلا في شيء اسمه نحياز التأكيد إنه نحن ممينا نتذكر الشغلات أو ندور على الشغلات اللي بتوافق قناعتنا تمام؟ في شيء اسمه تشيري بيكينج يعني نحن نروح بننقي من البيانات الشيء بس اللي بوافق وجهة نظرنا ونروح نحن نتغاضع عن الشيء اللي بيختلف معنا هاي الأنواع من القصص بتشوفوها بأبسط مواقف الحياة مثلا واحد أو واحد بيروح لعن بصارة بالفنجان هذه البصارات بيستعملوا تقنيتين مشهورين ثير إذا بيعرفوا له الشخص بيستعملوا شيء اسمه حوت ريدنج جامعين عنه بيانات هنه أو إذا ما استعملوا بيستعملوا شيء اسمه اللي هي شو بتقول له عندكم جمعة بأرض البيت بعد إشارتين طبعا هي ليش بعد إشارتين بتتحقق بعض سنتين شهرين شو ما كان بشان عدم قابلية التخطيب يعني هنه بشكل واعي عدين شرب يامر فانت بتكملها بقصة لحالك إنه اه اوكي عنا عرص ابن عمي وما بعرف شو إذا أخير هم هالحاكي ها هلأ انت ع بتحكي لعمليهم شو بتحكي شيء بس لأنك انت طالع ونحن عنها الانحيازات التي نحن عم بحكي عنها انت بتنسى الشغلات اللي هي ما صابت معها فبتقول يا رطيف غيرت لي حياتي هاي المخلوقة تمام؟ فتخيلوا هاي من الأبصط المواقف اللي بتصير معنا بالحياة شتى أنواع المصاير اللي المقافية من التطرف الديني للتطرف حتى السياسي للتطرف بأي شيء العلم بطريق تفكير علمي بتحمينا منها وبدكم الصراحة الكارثة الكبيرة انه بدول كثير من ضمنهم اختصاصات علمية كاملة يفوت الواحد فيها من أول ما يدخل المدرسة ليه يطلعوا وتخرجوا اختصاص علمي وهو ما بيبقى سامع بالمنهج العلمي المنهج العلمي اللي يجب أن يكون ببداية اي كتابع بيحكي عن العلم فانتوا تخيلوا ان واحد يتخرج اختصاص علمي كاملة وهم ليس سامع فيه وهي اللي دارسين اختصاص علمية هون بيقدروا اكدوا هذا الحكي فعملياً مش غريب نشوف مش غريب نشوف عندنا الناس عب يقتلها جهلة مش غريب نشوف الناس عب تنزبح على الهوية مش غريب نشوف الشي اللي صاير عنا الأمية العلمية هيك تعمل الأمية العلمية هيك تعمل وهي الكارثي إذا ما كلنا وعينا لأي درجة لأي درجة لأي درجة عنا الأمية العلمية مستفحلة تخيلوا بس هذا الفكر الذي يفهم ولد صغير ينتشر بين كل الناس يبدأ من هو طفل يتعلم يحاكم بهذه الطريقة تخيلوا التسامح لحاله والموضوعية والعقلانية اللي بد تكون منتشرة لأي درجة فتخيلوا بس الفرق والتغيير وفيه قدامنا الماذج بالعالم من الدول اللي انتصرت فيها طريق التفكير العلمي وشايفين نحنا المقارنة والفرق الشاسع فالرسالة هي انه كلنا مسكولين إذا مش مع حالنا قبل كل شيء ومع أولادنا نعلمنا هذه القصة لنصدقوني أهمية العلم بمنهجه مش بنظريه المنهج العلمي هو الأساس وهذا حتى الطفل بيقدر يتعلمه فقط هذا انتحاب خبركم يا شكرا